من خصوص السؤال المتعلق بالأطباء هذا الموضوع الآن هو موضوع السؤال ديال سي أناس عيش هذا الموضوع هو موضوع الآن موضوع القضاء والوزارة الصحة قامت ببحتين قامت بواحد التفتيش داخلي وتمت دراسة هذه الحالة من مختلف الزوايا هذا المرحوم هذا الطبيب المتوفى رحمه الله كان يدرس للحصول على الدبلوم الوطني التخصص بجراحة المسالك البولية بالمشتفى بنورشد والذي بدأت تكوينه منذ 11 مارس 2019 للجناء قامت بواحد البحت سنعطي بعض العناصر على أساس أنه هذا الملف الآن هو ملف متابعة قضائية وسوف نترك المجال للقضاء لكي يقول كلمته لنقدر نأكد هو أن الدكتور المرحوم نجح في كل تداربه وحصل على نقاط جيدة قام يعني مثله مثل الزملاء دياله في هذا الشعب بالتدريب أخر في أونكولوجيا المسالك البولية كان ضمن ثلاثة الأطباء مقيمين من أصل ستة سنة الرابعة الذين استفادوا من تدريب التمرس والخلاصات العمومية باش ما ندخلش فيها باش ما ندخلش في التفاصيل يعني يعني المرحوم رحمه الله شارك في المرحلة مثلا من 10 يناير 2022 مثلا المرحلة ديال عشر جوان 2022 في 27 عملية جراحية بمعنى أنه كان يعني يشتغل بينها خمس عمليات أنجزت في شهر جوان يونيو كما قام بالحراسة بمصلحة المستعجلات وتوصلها بالتعويذات مثله مثل باقي زملائيه قضايا أخرى مرتبطة يعني بالأستاذ الآخر الذي تم يعني تمت الإشارة إليه يعني ملفه ما فيه شي عقوبات أو لنفس شي بالنسبة لهذا الدكتور هذا فاللي نريد أن أكد هو أنه الحكومة الآن عازمة باش تقوم بالمنظومة الصحية في شموليتها وهذا واحد هذا واحد من العناصر الأساسية هذا الموضوع ديال الظروف ديال الأطباء المقيمين إلى غير ذلك والحكومة كانت الإرادة ديالها واضحة منذ البداية خاصة من اندخلات في الحوار الاجتماعي مع الأطباء والرفع من تعويضة دياله من رقم الاستيدلالي الترفع الخمسمية وتسعود الرفع من من الأجور فإلى خديت مثلا كمثال طبيب قبل ما يكون هذا الإصلاح هذا اللي يجب في الحوار الاجتماعي كان كيتقضى في البداية ديال العمل ديال واحد ملا للاف درام الآن غادي بدأ بوحد تناش لألف درام حوالي تناش لألف درام ف يعني واحد تلاف درام إضافية بالإضافة إلى مجموعة من من الشروط التي سوف تتم مراعتها في المنظومة الجديدة طرف العمال يعني هذه المسألة التي تكوين هذه المسألة التي استاج إلى غير ذلك من القضايا التي سوف تشتغل عليها الحكومة وطبع القطاع المعني في المستقبل ف يعني إجمالا إجمالا المنظومة الصحية اليوم تحضى بعناية كبيرة وبمتابعة دقيقة من طرف الحكومة اشتركوا في القناة